قال المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في أوكرانيا مجددا رفض بلاده إرسال طائرات حربية إلى كييف وأعرب شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو عن التوصل إلى حل عبر الحوار بين أوكرانيا وروسيا وأشار شولتس إلى أن بلاده بحاجة لتنويع مصادر المواد الخام التي تحتاجها من أجل صناعتها